اهلا وسهلا كشف محضر الفيدرالي عن انقسام الاعضاء حول عملية التوقف عن رفع الفائد في الاجتماع الاخير فصوت البعض على عملية رفع الفائد مما دفع الاسواق لتسعير امكانية رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس في اجتماع الشهر الحالي ل90% وضاف القطاع الخاص 497000 وظيفة بشكل اكبر من المتوقع بينما استمر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالانكماش للشهر الثامن على التوالي ترك بنك استراليا الفائد بدون تغيير عن مستويات 4.1% لكن ترك الباب مفتوح لعمليات رفع الفائد لو دعت الحاجة بينما بما يخص النفط مددت المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي بنقدار مليون برميل يوميا لشهر اضافي مما دفع النفط لتداولات ايجابية في جلسة الاسبوع وعلى المستثمرين متابعة عدد من الاحداث المهمة في جلسة الاسبوع القادم اولا اجتماع بنك نيوزيلندا واللي من المتوقع ان يترك البنك سعر الفائد بدون تغيير عن مستويات 5.5% ثانيا مؤشر اسعار المستهلكين من الولايات المتحدة مؤشر التضخم هو الاهم في جلسة الاسبوع القادم حيث من المتوقع ان يتباطأ التضخم بعض الشيء من مستويات 4% ثالثا اجتماع بنك كندا لقرار الفائدة قد يتجه البنك لرفع الفائد بمقدار 25 مقطة اساس لمستويات 5% رابعا واخيرا ستصدر قراءة مؤشر المنتجين من الولايات المتحدة واللي بتعطي انطباع عن حالة التضخم في اسعار السلع والخدمات بشكل عام ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم بداية مع الذهب لا تزال تداولات الذهب اسفل القناة السعرية الصاعدة تم الاختبار لمستويات 1902 وما دونها عن مستويات 38.2 فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة الاخيرة اختبارين مع ثبات وتشكيل ريفيرسل كما لاحظنا شمعة دوجي ثم شمعة صعودية كونفرميشن للذهب امكانية اختبار مستويات 1942 واردة لجلسة الاسبوع القادم بشرط الثبات للتداول اعلى مستويات 1915 ثم عودت التداولات السلبية الى ادنى مستويات 1903 بشرط ثبات التداولات ادنى المقاومة السعرية 1950 بذلك امكانية التشكيل الميل الصعودي بداية لاختبار مستويات 1942 وحولها ثم تشكيل ميل هبوطي مع استمرار التداول ادنى مستويات 1950 للذهب ننتقل لاليورو اليورو لا يزال يتداول اعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد مستويات الدعم السعري دولار 8 سنت ثبات التداولات اعلى مستويات الدولار 8 سنت قد يعيد اليورو الى مستويات الدولار 10 سنت ثم مستويات 10.65 لليورو بشرط طبعا ثبات التداولات اعلى مستويات الدولار 8 سنت لليورو ننتقل لتحليل الكابل الجنالي سترليني الباوند ايضا الجنالي سترليني الباوند يتداول اعلى مستويات الدعم السعري المتحرك المتمثل بخط الاتجاه ثبات التداولات لحتى الان عند مستويات 61.8 للموج الهابطة في بوناتشة صحيحة اقصد هنا طبعا ثبات التداولات اعلى خط الاتجاه وتحديدا اعلى مستويات الدعم 26.30 قد يدفع الباوند لاختبار مستويات 1.29 ثم 1.30 ننتقل لتحليل الين عند مستويات ال 145 التي كانت مستهدف سابق لدينا مستويات 145 تعتبر مستويات مهمة جدا نظرا لانها كانت مستويات التدخل سابقا بالنسبة لبنك اليابان لمحاولة تقوية عملتها المحلية لذلك تداولات السعرية ادنى مستويات ال 145 قد يدفع الين لاختبار مستويات ال 145 ثم مستويات ال 139 لالين ننتقل للاسترالي الاوزي الاسترالي قد يكون هناك ميل هبوطي في جلسة الاسبوع القادم بشرط ثبات التداولات اعلى مستويات او ادنى مستويات 67-85 لاختبار مستويات ال 65-70 ثم 64-80 طبعا الشرط ثبات التداولات ادنى خط الاتجاه الهابط او ادنى مستويات المقاومة السعرية 67-85 لانتقل لتحليل النفط النفط مع تمديد الخفض الطوعي من المملكة العربية السعودية لاحظنا عدة جلسات صعودية لحتى الان للنفط حتى لو كان الزخم يعتبر متوسط القوة لحتى الان لكن فنيا اختراق مستويات خط الاتجاه الهابط قد يدفع النفط لاختبار مستويات 74-65 ثم 76-35 بشرط ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 70-60 بالنسبة لخام غرب تكساس نختم مع الداو جونز مؤشر الداو جونز كنا قد تحدثنا في الفيديو السابق بان مستويات 34-280 قد يكون هناك لها اختبار في الفترة الماضية ومنها قد يعود لاختبار مستويات خط الاتجاه الهابط لاحظنا عمل ريتست او اعاد اختبار للمستويين لذلك حاليا ممكن ان نجد امكانية تسجيل ارتفاعات لداو جونز نحو مستويات 34-230 ثم 34-630 لكن بشرط ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 33-650 حتى لو انتقلنا الى الاطار الزمني اليومي ممكن نلاحظ امكانية تشكيل نموذج الدبل توب لذلك تعتبر المستويات التي تحدثت عنها 33-650 مستويات مهمة جدا لانه بكسرها نتحول الى ميل سلبي لاستهداف نموذج القمة الثنائية او الدبل توب ولي بكون مستهدف ما يقارب 600 بيب من الكسر اي ما يقارب مستويات 33-330 في الفترة القادمة لذلك الميل الايجابي حاليا لداو جونز وارد بعدم كسر مستويات 33-650 تداولات موفقة